في تحدي جديد للصين آلاف المتظاهرين نزلوا مجددا إلى شوارع أحد أشهر الأحياء في هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية المتظاهرون يصرون على عدم التراجع عن الاحتجاج متواعدين بتنظيم مزيد من التجمعات في الأيام المقبلة مع دعوتهم لإضراب عام الاثنين المقبل في كل أنحاء المدينة نود أن نطلب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه معنا حرروا هونغ كونغ وحصلوا على الديمقراطية لتفريق المتظاهرين تستخدم قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع الشرطة كثفت من تحركاتها واعتقلت عددا من المتظاهرين واتهمتهم بإثارة الشغب فيما اتهمت آخرين بحيازة المتفجرات الوضع الحالي مقلق حقا لقد وجدنا الكثير من القنابل الحارقة والأسلحة النارية وتمت إضافة مجموعة من المواد إلى القنابل لتجعلها أكثر فتكا من جهتهم تجمع آلاف من أنصار الحكومة في مكان آخر في المدينة ورفع كثير منهم أعلاما صينية يتم الحفاظ على القانون والنظام في هونغ كونغ من قبل الشرطة إذا لم تتدخل الشرطة لتطبيقه فستكون هونغ كونغ فوضوية وبدأت الأزمة في المدينة الكبيرة في الصين قبل شهرين عندما احتجت المعارضة على مشروع قانون يجيز تسليم المشتبه بهم إلى الصين ورغم أن مشروع القانون تم تعليقه لكن التحرك توسع احتجاجا على تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة مطالبا بإصلاحات ديمقراطية